السلام عليكم الجنايات تستمع لدفاع مضيفة طيران متهمة بقتل ابنتها تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس لمرافعة الدفاع في محاكمة مضيفة طيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج بالروحانيات وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إحاءات في عقلها ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية ونصت المادة 230 على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام القتل الخطأ نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدهتين العقوبتين جاديرا بالذكر أن عقوبة القتل العمدي أو الخطأ ترتفع أو تخفف وفقا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة ومدى توفرها على ألف لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد